خسر فريق الإسماعيلي من فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة الوديئة التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاذ القاهرة الدولي ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مثابة الدوري المحلي هدف الإسماعيلي الوحيد سجله اللاعب عماد حمدي من رأسية متقنة قبل أن يتلقى الدرويش هدفين حيث كان هدف الانتصار للفريق فيوتشر في اللحظات الأخيرة من المباراة وكعادة الدرويش وحرص الجهاز الفني على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مدى جهزياتهم الفنية والخططية والبدنية خلال تلك التجربة القوية قبل استئناف المسابقة المحلية بلقاء نادي بيراميدز حيث يستعد الفريق للقاء نادي بيراميدز نهاية نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري وأظهرت المباراة مؤشر الخطير هو هزيمة فريق الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة من المباراة كما حدث في مباراة فاركو وخسر الإسماعيلي في الوقت بدل اضاع 1-0 وتكررت مرة أخرى عندما خسر الإسماعيلي من نادي طلاع الجيش في آخر مباراة بسلسة أهداف مقابل هدفين وأحرز طلاع الجيش هدف الفوز في الوقت بدل اضاع من المباراة هل يركز لاعب الإسماعيلي وجهزهم الفني في اللحظات الأخيرة من المباراة حتى لا يتكرر السيناريو الهزيمة في الوقت بدل اضاع في المباراة الرسمية